المغرب بتطلب من مصر رسمية اطلاق واحد من اهم المشروعات الاقتصادية واللي يصنف على انه مشروع انقاذ الاقتصادية الدول شمال افريقيا على اساس طلب المغرب ده ورغبة مصر وحال اقتصادية الدول شمال افريقيا فمصر بتستعد لادارة مفاوضات ضخمة بين مصر والجزائر والمغرب لتنفيذ واطلاق المشروع مشروع يرتقل بجد هيغير شكل الاقتصاديات دول شمال افريقيا المشروع ده كشفت حكومة مصرية عن جزء من التفاصيل وجزء الثاني احنا اجتهدنا هنا كصحفيين في خمسينة اقتصاد وجبنا لكم التفاصيل ومش هتلاقوها في اي مكان تاني غير عندنا ايه بقى هو المشروع ده وتفاصيله ايه وازاي مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب هيستفيدوا منه وازاي هتغلب على عائق الاعداء السياسي بين الجزائر والمغرب وليه المغرب متمسكة بالمشروع ده بالتحديد هو ده بقى اللي هنحكي فيه مع بعض النهاردة في حلقة من حلقات الفرص واللعبة الحلوة ومشروعات الامن القوم الاستراتيجية حضر بقى خمسينة شاي مصر بمساك اللي هو قتاي مغربي ومش عارف في الجزائر بيسمو ايه ويلا بينا نعرف القصة وما فيها انا محمد ابو عاصي وجادرتش معاك شوية خمسينة اقتصاد وزير النقل المصر الفريق كامل الوزير اعلن عن ان المفاوضات ضخمة بدأتها مصر مع دول شمال افريقيا لينشأه تشغيل واحد من اكبر واحدث واسرع شبكات السكرة الحدية والقطارات السريعة في العالم تبدأ من القاهرة وتنتهي في مدينة طنجر المغربية مرورا بليبيا وتونس والجزائر والمغرب في النهاية كمرحلة اولى ممكن في مراحل لاحقة يتمدي من المغرب عبر الصحراء المغربية لموريتانيا ومنها لعمق القارة الافريقية ده هيكون واحد من اهم الخطوط التجارية في العالم لنقل البضايع وكمان المسافرين عن خط السكرة الحدية ده هيوقع لحد هنا؟ الصراحة لا اطلاقا حضرتك لان الخط ده القاهرة او في القاهرة بالذات بيتفرع لفراعين فراعي بيروح للسودان والمفاجأ ان خط ده او خط السودان ده قرى بيخلص وفراعي ثالث بيدخل الخليج وعن طريق سلطانة عمان بيطلع للهند والصين وبرضو من الخليج بيطلع لتركيا ومنها يدخل اوروبا لكن اهم جزء حاليا في المشروع هو الشمال الافريقي لان المفاجأ هي ان جزء الخليج عن طريق معلومات خاصة بينا تواصلنا وجبناها عرفنا انه خلص اكتب عليك بقى من ضخمة المشروع ككل؟ هنا وزير النقل لمصر اتكشف عن ان وزير النقل المغرب محمد عبدالجليد طلب منه رسميا مد قط القطار السريع من مصر حتى وصوله الى المغرب من خلال مروره بتوى الليبيا وتونس والجزائر مصر الدولة الوحيدة اللي بتتمتع بقبول ان القط ده يمر من القاهرة حتى المغرب بدون اي مشاكل او عوايا هتقول فيه خلافات سياسية بين المغرب والجزائر حولك المكسب بيجمع والازمة الاقتصادية هتفرد على الكل التعاون ثم ان المشروع فيه مكسب للبلدين الجزائر اللي بتتحول بالوقت لمجتمع صناعي محتاجة المشروع وكمان المغرب اللي هي واحد من اكبر الاسواق الصناعية في افريقيا محتاجة للمشروع ده وعشان تصرف بضياءها ومنتجاتها وتوصل بيها الاسواق اكبر ومختلف وده مشروع مالوش علاقة بالخلافات السياسية اطلاقا وبصراحة المشروع لقى قبول تونس وليبيا والمغرب والجزائر لانها بدأت كلام عليه من فترة كبيرة ام المصر بتنمى المناطق الحدودية لحضرتك نرجع للمشروع بتاعنا وقصته وعيداته الاقتصادية كنا من حوالي سنة نشرنا هنا على خمسين اتقصاد حلقة بتصنف على انها واحدة من حلقات الانفراضات الصحفية بينقصين سبق صحفي اسمها طريقة محيط كنا جبنا تفاصيلها من ملف قدرنا ان نتحصل عليه من احدى الوزارات المصرية بيتكلم عن مشروع مصري جزائري اسمه طريق المحيط وده طريق تجاري بعيدات ضخمة يبدأ من الخليل ويمر من القاهرة حتى الموانئ المغربية الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون لفظار مصري يوم الاثنين 24 يناير 2022 فتح الملف ده مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللي كلف الادارة المصرية انها تعيد فتح المشروع وبالفعل تم فتح المشروع وحسب معلومتنا فان تونس وفقت على مدر خطرية وليبيا مرحبة لكن الازمات السياسية بتمنعها من انهاي الخط دلوقتي لكن كل الدول هتنفذ الجزء او كل دول هتنفذ الجزء الخاص بيها والبنية التحتية الخاصة بالخط بتاعها داخل حدودها الخليج انتهى ودلوقتي بيرتبط بشبكة سكك حديد قوية مصر خلال سنة 2023 هتنتهي من تنفيذ احدث واضخم شبكة سكك حديد في العالم المغرب انتهت وتونس والجزائر لسه بتنفذ الاجراءات الخاصة بيها او الجزء الخاص بيها وقت ما جبنا المعلومة دي الدنيا تقلبت علينا انتو كايبين مشروع خيالي مفيش ولا معلومة منشورة عنه او الكلام اتحقق رسم احنا هنا اللي بيميزنا انه بيكون لنا في عدد كبير من حلقاتنا مصادرنا الخاصة محن الصحفي